هنحب مين غيرها مصر اللي عايشين في خيرها ولحد غيرنا في تفكيرها شايلة فهممنا على اخرها بلدي بصحيح قطر خيرها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته افتتاح كأس الامم الافريقية للشباب تحت عشرين سنة مصر الفين تلاتة وعشرين النهاردة بدأت بطولة كأس الامم الافريقية للشباب تحت عشرين سنة وكان فيه حفل افتتاح بسيط جدا في استاد القاهرة فقرات شعبية متنوعة بالطراث الشعبي المصري ايضا بعض الاغاني الحماسية الوطنية من المطرب الشاب احمد جمال وكان فيه تفاعل من الجماهير المتواجدة في استاد القاهرة الدولي مع هذه الفقرات المتنوعة وطبعا كان بحضور وزير الشباب الرياضة الدكتور اشرف صبحي اللي اعلن عن بداية كأس الامم الافريقية ووجه كلمة بسيطة ومختصرة ورحب بكل الفرق المشاركة في البطولة الافريقية تحت عشرين سنة في القاهرة او في مصر طبعا وهتتلعب في تلات مدن مصرية مدينة القاهرة ومدينة الاسماعيلية ومدينة الاسكندرية النهاردة ايضا كان فيه مباراة الافتتاح ما بين منتخب مصر ومنتخب موزمبيك المنتخبين اللي موجودين في المجموعة الاولى اللي بتضم بجانب مصر وموزمبيك كل من السنغال ونيجيريا وانتهت المباراة بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر طبعا كأس الامم الافريقية موليد 2003 هتتكون هذه النسخة رقم 17 من 12 منتخب اتوزعه على ثلاث مجموعات المجموعة الاولى هتكون فيه مدينة القاهرة في استاد القاهرة الدولي اللي شفناه النهاردة فيه يعني حلة مميزة استاد ممتع استاد عالمي ارضية ملعب جيدة جدا ما شاء الله الجماهير كانت متواجدة صحيح مش بكسافة كما كنا متوقعين ولكن مع تقدم ادوار البطولة هيزداد عدد الحضور الجماهيري وان شاء الله في الفترة اللي جاية نشوف عدد جماهير اكتر من كده عشان يعطي حماسة اللاعبين ويلعبوا بشكل افضل المجموعة الاولى هتكون فيه استاد القاهرة اللي بتتكون من مصر وموزمبيك اللي مباراتهم انتهت بالتعادل السلبي صفر ومقابل صفر وعندنا مباراة تانية ما بين السنغال ونيجيريا الساعة سبعة مساء بتوقيت مصر على ان شاء الله نفس الملعب المجموعة التانية هتكون في مدينة الاسماعيلية على استاد هيئة قناة السويس اللي بصراحة الصور اللي جايلنا من استاد هيئة قناة السويس استاد جميل جدا وتم الاستعداد على اعلى درجات الاستعداد لاستقبال المنتخبات المشاركة في استاد هيئة قناة السويس الجديد والمجموعة التانية بتضم اوغاندا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان والكنغو ده بالنسبة للمجموعة التانية اما المجموعة التالتة اللي هتكون في الاسكندرية اللي هتستضيف منتخب تونس الشقيق متكونة من جنبيا وتونس وبنين وزنبيا ده بالنسبة للمجموعة التالتة اللي هتتلعب على استاد الاسكندرية نظام التأهل من هذه البطولة هياخد فرقتين من كل مجموعة منتخبين من كل مجموعة المركز الاول والمركز التاني يبقى معنا ست منتخبات وناخد احسن منتخبين في المركز التالت او افضل منتخبين موجودين في المركز التالت يبقى عندنا تمن منتخبات يمثلوا ربع نهائي كأس الامم الافريقية لللاعبين اقل من عشرين سنة طبعا المربع الزهبي والمنتخبات المتأهلة الى المربع الزهبي ستتأهل مباشرة الى كأس العالم للشباب تحت عشرين سنة تحت عشرين سنة في اندونيسيا ده بالنسبة لكأس العالم المباريات منقولة على قناة اون تايم سبورت التردد الارضي للأسف مباريات مصر فقط هي اللي هتتنقل على التردد الفضائي بالنسبة لكأس الامم الافريقية وكان فيه مباحثات مع الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الافريقي بحيث ان مصر تقدر تزيع كل المباريات على التردد الفضائي ولكن حتى الان التردد الارضي فقط هو من سينقل جميع مباريات البطولة وايضا قدوات بي انسبورت القطرية ستنقل مباريات البطولة كان افتتاح بسيط افتتاح مبسط النهاردة بيمثل فقرات تمثل التراث الشعبي وبعض الاغاني الوطنية اللي يعني تفاعل معها الجماهير مباراة افتتاح كانت يعني متوسطة انتهت بالتعادل السلبي ما بين منتخب مصر ومنتخب موزنبيك ان شاء الله مباراة السنغال ونيجيليا تكون اقوى وتكون افضل في المستوى ونتمنى ان شاء الله تأهل مصر وتونس الى المربع الزهبي والى كأس العالم ان شاء الله والى المباراة النهائية لملاء كأس الامم الافريقية تحت 20 سنة للشباب المقامة في مصر حاليا في الفترة من 19 فبراير 2023 وحتى 12 مارس 2023 في 3 مدن مصرية القاهرة الاسماعيلية الاسكندرية تابعونا بلايك واشتراك عشان تشوفوا كل نتائج البطولة وكل جداول البطولة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته